اختتمت في مدينة أبركان بشرق المغرب فعاليات ملتقى أبركان للقصيد الثاني يوم الأحد 27 مارس 2016 والمنظم من طرف جمعية الشرق منتدى إبداع أبركان بشاركة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة الجهة الشرقية وقد تضمن الملتقى العديد من الفقرات المهمة توجهت بلقاء بديع مع الحرف والصورة والإيقاع في محاولة لتنشيط السحة الثقافية ونشر ثقافة الجمال وثثمين التنمية الثقافية باعتبارها أهم رافض للتنمية البشرية وقد شهد فضاء النادي الثقافي لملوية السفلة صبيحة يوم الأحد 27 مارس افتتاح فعاليات ملتقى القصيد بزيارة معرض الكتاب المعنون بي الشعر المغربي خلال القرن العشرين أشرف عليه الشاعر جمال قاد الخلادي والذي عرف عرض عدد مهم من الدواوين الشعرية المغربية خلال القرن العشرين والذي تميز بإعطاء تصور عام على عنوين وأسماء هذا الريبرتوار الغني بالإضافة إلى التطور المشهود إن على مستوى الكم أم على مستوى إخراج واطباعة هذه الدواوين بالإضافة إلى افتتاح معرض صور أدباء وكتاب مدينة أبركان بإشراف الفنان الفوتوغرافي نبيل رمضاني وقد كان وجهة للتعريف بأسماء وأجيال مختلفة من الأدباء بعضهم معروف على المستوى الوطني والمستوى الدولي وبعضهم الآخر يتلمس طريق الشهرة بعد ذلك انطلقت أشغال الندوة النقدية التي اتخذت كعنوان لها القصيدة المغربية مقترحات شعرية وعرفت مشاركة كل من النقاد محمد بودويك وعبدالقادر غزالي وبن عيسى بوحمالة وسيرها البحث الشاب محمد أعزيز تعاقب كل واحد منهم على أخذ الكلمة وتحدثوا في إشكالات القصيدة المغربية الشكلية والدلالية والفكرية وتعقيدات أسئلتها العميقة ليخلصوا إلى المقترحات التي قدمتها وتقدمها هذه القصيدة وليقفوا عند الإمكانات الكبيرة التي تتيحها هذه القصيدة بأسمائها للشعر المغربي والعربي برمته وفي المساء تجسدت هذه المقترحات في شكل نصوص وتشكلت في قصائد ألقاها شعراء ينتمون إلى حساسيات وجغرافيات متنوعة وإلى أجيال مختلفة بدءا بالجلسة الأولى التي سيرتها باقتدار المبدع الشاب صفاء عادل وانتهاءا بالجلسة الثانية التي سيرها الشعر الشاب عبدالإله مهداد ونشط الجلستين شعراء من مختلف مناطق المغرب ورفق الملتقى الفنان الموسيقي المتميز الأستاذ مجاهد شاطري بأغاني وتقسيمات على العود ويعتبر هذا الملتقى في نسخته الثانية إضافة نوعية للملتقيات الوطنية حيث أنه لامس الإشكالات الحقيقية للقصيدة المغربية بحضور أسماء نقدية وإبداعية وازنة ويحسب للجمعية والمنتدى حصن التنظيم وجمال وجدة تأثيث الفضاء الذي ساعد على حسن تلقي النصوص